بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عزيزي المشاهدين. مصر الحضارة سلام رمضان. والنهاردة معنا صبت اعمدة الدور الاول علوي. وهنتكلم دلوقتي عن تكلفة بناء الدور الاول عموما بالاركام. لو جينا نتكلم عن عندي دور اول مساحة 276 متر. بنتكلم عن القطعة دي في مدينة العاشر من رمضان. تنفيذ شركة تعمير للاسكان والتشتباط. وزي ما انتم عارفين ان مصر الحضارة سلام رمضان. احنا في الاساس شركة استراد وتصدير وتخلص جمروكي. ولكن بعمل الفيديوهات دي عبارة عن دعاية واعلان لشركة تعمير للانشاءات بتاعة اه اخويا. فما جي اتكلم عن عن القطعة عن الدور الاول زي ما احنا حضراتك بنقول كده. لو جينا هتكلم عن حفر القطعة بس رقم واحد عشان تحفر القطعة في مدينة العاشر من رمضان متين ستة وسببين متر. بتتكلم فيه آآ ستة تلاف وخمسمائة جنيه. بتبدأ من ستة تلاف لحد سبعة تلاف جنيه. فيه ناس بتعملها ستة ناس تعملها سبعة سبعة ونص حسب التربة وآآ جودتها. ما تكون تربة حمرة ولا حاجة بتاخد حفر جامد تربة رملية نعم ما بتاخدش حفر كتير جد. طب نيجي نتكلم عن العادية عندنا. العادية عندنا بتاخد حوالي اربعة وستين متر سن وستة وخمسين متر رم. واللودر وكلام ده كله يعني بتتكلم فيه حوالي آآ ستتاشر الف جنيه عشان تعمل العادية آآ آآ بتاعة الدور الارضي. اللي هي العادية اللي هي الحصيرة زي ما بيقول عليها. طب نيجي نتكلم عن حاجة برضو بنعملها كتعمير بنوصل مصورة المية ليك عشان المصورة الموجودة مش تمام ومش صح ومش سليمة يعني صحيا بتتغير المصورة في حدود الناس تعملها بتلات تلاف تعمير بتعملها بالفين جنيه. لو جينا نتكلم عن مصنعية سب العادية بتتكلم فيه تمانين متر بحوالي تمن تلاف جنيه آآ يعني في حدود متين وعشرين آآ المتر وبنتكلم في متين وعشرة ومتين لو انت عندك حجم شغل كبير قوي. الغفرة بتاعة العرب لو حضرتك بتحسب عليها او احنا بنحسب عليها معروف ان العرب في العاشر من رمضان الغفرة فيه الشهر بالفين آآ جنيه. بتتكلم عن آآ عدد اربعة وستين متر سين زاد اتنين واربعين متر رمل في حدود خمستاشر الف جنيه دول للأواعد. طي مصنعي مصنعية المسلحة بتتكلم في خمسة وتمانين متر بحوالي آآ تتكلم في حوالي تمنتاشر الف جنيه اللي هي المسلحات اللي هي الاواعد والكلام ده كله. يعني نقولنا للوقت المسلحات بتاخد حوالي ست اربعة وستين متر سن واتنين واربعين متر رمل في حدود خمستاشر الف. وتتكلم في مصنعية آآ تقريبا من اتنين وتمانين لخمسة وتمانين آآ متر تكعيب بحوالي تمنتاشر الف جنيه تقريبا. طي مصنعية الدور الاول زائد الصور زائد السلم. آآ بتتكلم آآ في حوالي عشر تلاف آآ وخمسمائة آآ جنيه. دي المصنعية بتاعة الدور الاول اللي هو العمدان زائد الصور زائد السلم. طيب لو جينا نتكلم نقول هنحتاج لي اللهم صلي على محمد الله صلى الله عليه وسلم لي الساف عندنا. هنحتاج حوالي اربعة وستين متر سن واتنين واربعين متر رمل. وهنحتاج حوالي الف وخمسمائة للعمدان حوالي آآ سوريا ناسف اتكلم في حوالي خمستاشر الف جنيه اللي هي العمدان. اللي هو الاربعة وستين متر سن واتنين واربعين متر رمل بخمستاشر الف جنيه ده للعمدان. طيب هنأتكلم في عدد عشر تلاف طوب عشان تبني قصة الردم اللي هو طوب الاسمنتي في حوالي احداشر الف جنيه. بتتكلم عن الردمة الكطعة بتتكلم من خمس الاف لست الاف جنيه. ردم الكطعة اللي هو الاتنين متر اللي انت بدي منيهم. مصنعية المباني. لو حضرتك جيد بتتكلم عن مصنعية المباني. لو عندنا احداشر الف طوبة بيعملوا حوالي اربعة تلاف وخمسمائة جنيه. في حوالي ناس بتكلم في ربعمائة جنيه وناس تكلم في ربعمائة وعشرين جنيه. بالنسبة للطوب الاسمنتي. طب صب الارضية. لو جيت عاستي صب الارضية بتاعت البيت يعني. عشان بدل ما تكون تيجي بعد كده الارض تريح معاك. او هتيجي تعمل سراميك فبتحتاج تصبها. فالافضل بعد ما تعمل العمدان تصبها وبعد كده تشتغل السقف على نظافة. اتكلم فيه المصنعية حوالي الفين جنيه بتاعت صب الارضية. اه عندك الكهرابة بتاعت السقف وتكلف عليك حوالي الف جنيه. اه مصنعية السقف الدور الارضي. المصنعية بتعمل حوالي سبعة وتلاف وخمسمائة جنيه. اه يعني بنحتاج برضو عشان اه ما كناش حسبنك ونحتاج نا مسلا في القطعة دي حوالي اربعتشر متر رمل كمان. عاملين الف جنيه كانت مكملة للسقف. يعني احنا قلنا عشان السقف اه اه سن واتنين واربعين متر رمل. اه 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 واربعتشر متر رمل كمان. يعني عملنا تكلفة ما شاء الله. تاب لوجينا اتكلم عنه الطوب بقى. الطوب حضرارك تحتاج طوب قديل. لو اتكلم على قطعة اه مسلا عادية. يعني واجهة واحدة بتتكلم في حوالي خمسة وعشرين الف طوبة. طب لو ناصية وعندك صور وبتاعه بالحجم الكبير. تعمل في حوالي اربعين الف اه طوبة. اه اللي بتجيب وانش بطلع على الحاجة الطوب بتاعك برضو في حدود الفين جنيه. يعني بتكلمت الحاجات دي يا جماعة. انا مش بقول التكلفة كام او الاتفاقات اللي بتعملها تعمير كام. بقول تقريبا كام. على اساس حضرتك يبع عندك علم لما تيجي تبني قطعة. طب بعارف انت بتحتاج ايه بالزبط. طب لو قلنا اللي تقولي انت بتاخد حديد ايه والحديد بتاعك ايه. السقف بياخد حوالي تلاتة طن. والعمدان حوالي طن ونص. والصور حوالي خمسمائة كيلو بالكتير خالص. يعني في حدود ادي اربعة ونص حوالي خمسة طن بيكفوك. لو القطعة بتاعتك مثلا ناصية سقف وعمدان والصور بتاعك. طي تكلفة اجمالية كامل للدور الاول زي ما قلنا لو بنتكلم بتكلم من تلتمائة وعشرين ل تلتمائة وسبعين في غلوة اسعار الطوب والاسمنت والرمل والمون زي ما هي غلية في الفترة الاخيرة والحديد طبعا. يعني والحديد. طيب ايه تاني ممكن نتكلم فيه? طيب ايه تعمير? تعمير شركة انشهت وتشطبات في مدينة العاشر من رمضان. على رأس الهرم اخويا هاني وراجل محترم جدا. ومعه فريق عمل متكامل من زميله والشركاته والمهندس احمد والمهندس فسان مهندس ابراهيم. اخواتنا وحبيبنا كلهم. يعني ناس بنحترمه ونجلهم. علاقة تعمير ايه بمصر حضارة للاستراد والتصدير. طبعا انا بكستراد والتصدير ما نزلش فيديوهات الامد كتير طبعا. لان انا مش هاتكلم. لازم بنزل فيديو. لازم يكون فيه فايدة وجدوى. زي ما حضراك شايف كده دي قطعة كانت 276 وفيها بدروم. البدروم بين وراء هوت. ومتخذ على المساحة كلها. بنزلت بالكاميرا وراء هوت. ده اللي هو الستين متر اللي في البدروم من وراء. او خمسة وستين متر اللي احنا عملنا لها توسع. لو حضراك عندك بدروم. وعايز تلغيه ممكن المهندس يلغيه لك عادي مفيش مشكلة خالص. طبعا عايز ما عندكش بدروم وعايز تعمل بدروم ممكن برضو تعمل بدروم وتقدم عليه وتاخد الموافقات عليه. وطيب عندك بدروم على اه المساحة الفعلية عايز تاخد مساحة الاجمالية برضو بتقدم عليه وتصرف حوالي ست الاف جنيه وتاخد المساحة الاجمالية اللي هما الخمسة وستين متر اللي هما الخلفي والرمب والكلام ده كل. زي ما حضرتك شايف كده ده مساحة هيت جنبها دي مش ناصية ده جنبها قطعة ولكن لسه ما تبنيتش وبرضو دي تنفيذ شركة تعمير لانشاءات والتشطيبات فريق عمل متكامل زي ما قلنا عندهم البنيين عندهم النجارين عندهم الحددين عنوانهم في العاشر من رمضان لو حضرتك مهتم به العقارات برضو لو محتاج مثلا تشتري قطة ارض ممكن تتواصل معنا في عندنا قسم للتسويق العقاري ممكن يوفر لك القطعة اللي انت عايزها لايك وشير بقى لفيديوهاتنا وزي ما حضرتكم شايفين يعني انا بشرح الوقتي وبرلكم طبعا دي المسلحات هيت وده الطوبة الاسمنت الدور الارضي طبعا لان ده بدروم لازم تعمل بالجودة الكويسة بالطوب الاسمنت بيمتص الرطوبة ويعني على اساس ان ده دور الارضي بيكون افضل من الطوب الاحمر اللي هو البدروم عندك ادي العمدان بتاعة الدور الاول هم شغالين فيها الرجالة ربنا يوفقوا تابعونا على القناة زي ما حضرتك شايف كده تابعونا على القناة ولايك وشير لي فيديوهاتنا مصر الحضارة سلام رمضان ويعني بنهتم بكل ما هو جديد بمدينة العاشة من رمضان من نشات وتشطبات وتسويق عقاري وطبعا شركتنا في الاساس تراد وتصدير وتخريص جمالي ولكن عندنا قسم ليه الدعاية والاعلان اه ما شاء الله الحي ده جميل جدا ودي ده الحج عالي ده هو التابع الخلاطة الناس المحترمة الناس ربنا ادوموا الصحة يعني ما شاء الله ربنا يا بارك يا رب للناس جميعا اه بنشكركم على المتابعة ولايك وشير لي فيديوهاتنا واللي عايزة تواصل معانا بالنسبة للتشطبات عندنا يعني مقات البيوت والفلاء المبنية باسم شركة تعمير تقدر حضرك تتواصل معانا ونقدر اه نوريك بيت واتنين وثلاثة وانت تختار براحتك خالص اه يعني ما تشوف الشغل على الواقع فهدي تعمير الانشاة والتشطبات تشوف الشغل على الواقع حضرك هتقدر تحكم عليه اه بشكركم على المتابعة والسلام عليكم وانطلاق بركاته اسيبكم مع الفيديو بقى واللي عايز اسأل عن حاجة يقدر استفسر بنسيب تلفوناتنا على الواتساب اه يقدر تواصل معانا بشكركم والسلام عليكم ورحمة وبركاته في الديئة اللي فاضلة دي جات لمعلومة حبيت اقولها اه كنا بنحسب برضو البوابات الحديد للقطعة اللي هي العادية لقينا البوابات مع الحديد بتاع الدور الاول اه طبعا قطعة عادية مش ناصية اه بتتكلم في حدود هيكلفك حوالي اتنين وعشرين الف جنيه لو حضرك عايز تعمل بوابتين حديد للبيت وبوابة خلفية وحديد للشابيك طبعا سعر الكيلو كان عامل حوالي عشرين الف جنيه في القاطعة عشرين جنيه في القاطعة دي اه لو جيت تتكلم على السباكة لو عامل تعم قاس تعمل سباكة للدور الاول سباكة في اي بي يعني شغل عالي ممتاز جدا فاتورة السباكة بتعمل معاك اه اللهم صلى اسنوه صحبه وسلم ادي اه اجبها لكم من المعلومات هنا فاتورة السباكة بتعمل حوالي اه خمستاشر الف جنيه للدور الواحد فاتورة السباكة تكلم على فاتورة الكهرباء تأسيس الدور الاول بيعمل حوالي آآ ست آلاف جنيه للباقة اللي هي العالية الممتازة. والتأسيس ممكن يصرف معاك حوالي تأمين تلاف جنيه كتأسيس بدون السلك. تأسيس السباكة للدور الاول بيعمل حوالي ستة آلاف جنيه كباقة عالية ومحترمة وشغل آآ في اي بي ممكن انتم تابعتونا في فيديوهات وشفت السباكة عندنا عاملة آآ ازاي? يعني لو حد عايز يسألنا حاجة يقدر يسأل ونفيدكم بما كل ما هو جديد وبشكركم على المتابعة وحسن استماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصر حضارة سلامة رمضان. لايك وشير بقى يا جماعة للفيديوهات بتاعتنا. انا سيبتوكم كده في الفيديو. طبعا ده اصل ده شغل ومش هنستفاد منه حاجة اللي احنا بنقوله. طبعا المصنعية مهمة جدا في الشغل آآ ما تعرفش العمود في كم كانة الكنات اليدوي والوتوماتيك الكلام ده كله بيفرد. في المصنعية حسب الضمير بقى وحسب بالشغل. اشكركم على المتابعة. لايك وشير لي فيديوهاتنا. ادي المسلحات زي ما حضاركم شايفين اهوت. ده السلم بتاع الدور الاول. طبعا زمان القطع دي بدروم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.